اشتركوا في القناة 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 مش بس في الرياضة في السياسة في الفن في الاقتصاد في الامور الدينية في اي شأن من الشؤون انت طالع تخاطب الناس ودي مسؤولية كبيرة جدا ويمكن يعني لما اشتغلت في الرياضة ابتدت كمان افهم والسوعب ولازم اأكد على ان الرياضة تحتمل بشكل اكبر كتير من كل المجالات التانية لسببين اولا انك بتكلم قواعد جماهيرية عظيمة جدا جيوش مجيشة يعني الناس النهاردة اتفرج او بتتبع الرياضة في مصر في مختلف الاعمار اعداد كبيرة جدا فقاعدة الجماهيرية للرياضة في مصر عظيمة جدا ده نمرة واحد نمرة اتنين ان جزء كبير جدا من الشريحة دي او من القاعدة الجماهيرية دي او من نسبة المشاهدة دي مرتبطة بشباب صغير في السن ودي نقطة تستدهي انه المسئولية والوعي والادراك والفهم يبقى اعلى شوي هنا مفيش انتماءات يعني اذا كنت بتظهر على شاشة رياضية تحل المباراة تتكلم كمقدم برامج انت بتتحمل مسئولية كبيرة جدا اللي لك بتشارك بشكل اساسي في تشكيل وعي ومفاهيم ما بالك بقى اذا كان عندك خلل في ادراك الوعي والمفاهيم دي متخيل ايه طبيعة الرسالة وايه شكل التأثير اللي ممكن تكون حضرتك بتسيبه على الجماهيل الغفيرة دي اللي لسه يعني مسألة النتجة عندهم في اطار التكوين منتهى 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 الخطور وبتحصل في القطات زي اللي هكلم حضرتكم فيها بلح طبعا السوشال ميديا وسائل العلام يمكن ركزت شوية على لقطة ما بعد المباراة كان ريكاردو سواريش بيتكلم مع لعب من اللقطة دي تحديدا مع لعب مصطفى عوض لعب فريق بيترو جيت في حضور المترجم بتاعه واللقطة دي حصلت تفرق كتير جدا توقيت حدوثها تفرق لما تكون أو صفى معاوض تفرق كتير قوي لما تكون قبل المباراة عن لما تكون بعد المباراة الراجل الحقيقة يعني أعجب بالولد فقال له انت حد كويس وكيبي طب يعني واستمر على دا واقع إلى آخره حاجة مرتبطة بشكل كبير جدا بروح الرياضي وجست الحقيقة أو تصرف يعني يحسب بشكل كبير جدا ونتقبله في مصر عندنا بمنتهى للأريحية يا جماعة في حاجة مهمة الرياضة اتخلقت عشان يبقى فيها حالة منافسة وصراع مرتبطة بقاعدة أساسية اسمها الأخلاق والروح الرياضي المنافسة مش ممكن أبدا تتحول في يوم من الأيام لأنها تبقى نوع من أنواع الكراهية يعني حداك الأفضل بالنسبة لك انك لما تشوف لعيبة المنتخب الوطني مش حكنا لسه بنلعب ماتش أهلي وزمالك وقلنا أن واحد من مكاسب المباراة ما كانش فيها كرة أه لكن واحد من مكاسب المباراة الحالة الروح اللي بين اللعيبة رغم المنافسة الكبيرة جدا بينهم لما نشوف ده شيء نسقف له ولا شيء نبقى غضانين منه لما فرقة كرة تروح تلعب بره أرضها بره ملعبها مع فريق منافس على أرضه وفي حضور جماهيره مطلوب مننا نستنى إيه إنه الجماهير دي لو فرقتها تغلبت على أرضها تقوم تسقف وتحيي الفريق المنافس ولا تحدف عليه طوب يعني إحنا إيه الرول موديل إيه المسأل أو القدوة أو الحاجة اللي إحنا عايزين نمشي غراها عايزين نكون زي الدورة الإنجليزية ولا عايزين نكون زي دورة بلاد الواق الواق يعني في حاجات كتير لازم ناخد برنامينها والمناسبة الأمر ده مش جديد أصف فيه ناس مباراة انتقدت وبدأت حملة الهجوم على الرجل لسا من أول يوم فيه ناس انتقدت التصرف ده واستغربت جدا إزاي الموديل الفني للنادي الأهل يوقف مع لعيب من بيترو جيت وأسساً بيترو جيت في الدرجة التانية يعني الأهل مش هيقابله تاني يا ويا عالم هيطلع انت الدرجة السورة دي على فكرة بالمناسبة حصلت عندنا في مصر بيتشو موسيماني مع شيكابالا في واحدة من مباريات القمة طبيعي جداً يا جماعة السورة دي حاجة يعني نستحسنها ونطالب إنها تتكرر المنافسة مش ممكن أبداً تتحول لعداوة ومش عندنا بس في مصر في كل حتة في العالم بتحصل يعني بعد شامبيونز ليج في بطولة على مستوى الأندية في العالم أهم من يوقفة شامبيونز ليج أهم من بطولة دوري أبطال أوروبا في ناديين يعني بحجم ريال مادريد وليفر بول بينهم منافسة على لقب الأهم على مستوى القرى الأوروبية شوفوا حجم المليارات اللي مصروفة قدية وشوفوا حجم الجمهورية والشعبية مش في إنجلترا وإسبانيا في العالم كله قدية وعن شلاطي طالح حطت إيده على كتف الصلاح ما فيهاش أي مشكلة بيقول له وما تزعلش من الخسارة وإنت واحد من أهم نجوم الكرة ومشتازم الخسارة دي تأثر عليك دي أخلاق وروح رياضية مطلوبة من الناس كلها آن كانت موقع مسؤوليته الزمالك نفسه مثلا فريرة أشاهد بشكل كبير جدا بفوكة بعد ما الزمالك وجه أمبي والرجل حيقدم جيم محترم جدا وفريرة أتكلم وقال له أنت مستوىك جايد جدا شيء طبيعي جدا زي ما المخابر بيقول حقك إنه فريرة وقف معي فوكة بعد المباراة ما انتهت وقال له أنت قدمت مستوىك جايد جدا وانت لعيب جايد جدا جدا هل ده مرتبط بالألوان؟ يعني هل ده مرتبط بأنه ليه مدير الفني النادي الأهلي يكلم لعيب تاني؟ لكن لما حد تاني يتكلم ما نقولش حاجة؟ ولا هل ده مرتبط بالمبدأ؟ ولا هل هي بداية حاملة ممنهجة على ريكاردو سوارش نعقف للرجل بقى على كل كلمة وكل لقطة وكل موقف ونعقف نتكلم وننتقد لا أعتقدش أنه ياليك بنا فمهم جدا يعني مش عايز أقول أنه والله أنا أشوفه أنه واجب أنه أقوله كمان يعني أعتقد أنه أي حد يطلع يتكلم على رأي العام في حاجة مثلها والله أنا مش ببلغ يا جماعة أنا مدرك تماما معنى الكلام اللي أنا بقول في حاجة مثلها لاختبار صحة نفسية في حاجة مثلها لاختبار طريقة تفكيره في حاجة مثلها لتقييم مستوى علم المنطق عنده لأنه في أوقات كتير ممكن حالة الخلل دي وصلنا إلى ما لا يحمد عقباه كانت الملاحظة مهمة عندي تفاصيل كتير جدا النهاردة متعلقة بمسابقات الموسم اللي جاي بقبول الاتحاد الأفريقي وأنا في رأيي أنه ده قبول لأنه لو لم يحدث مؤتمر النادي الأهلي بعد أحداث نهاي دوري الأبطال لم يكن أو لم نكن لنشهد الخبر النهاردة المتعلق بتغيير نظام نهاي بطولة دوري أبطال الأفريقية بداية من الموسم المقبل استجابة لرؤية النادي الأهلي اللي طرحها في مؤتمره عندي كلام كتير مع حضراتكم في السادسة بس خلونا قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لكم تاني البداية الفعلية كانت مبارح قدام بيترو جيد طبعا للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي ريكاردو سوارش خلينا نبتدي الأول قبل ما ندخل في تفاصيل الأخبار نروح للنادي الأهلي زماننا محمد توفيق جاهز هناك عشان يدينا أخبار استعادة الأهلي لمطش الجونة يوم التلاتة اللي جاي ما عندكش وقت للراح يعني من مباراة المباراة يمكن الراحة الأساسية هتكون بعد مرحلة مباراة الجونة واحدة من المؤجلات الدوري بالنسبة لنادي الأهلي وبعدها الفريق ومستر سوارش ياخد وقت شوية إلى حد ما يكون نسبيا كافي أنه يستعد لتلات مواجهات في منتهى القوة زي ما قلت لكم فيوتشر وبيرميد ثم الزمالك في نهاية كاس مصر الروح نزمنا محمد توفيق يكلمنا مساء الخير محمد يعني في البداية بتهالي الناس كلها عايزة تعرف ملامح الاختلاف مع تولي طبعا بورتغالي ريكاردو سوارش رؤيته في اللعبين لأمساته أو طريقة شغله أثناء التمرينة وهو داخل أو بيبتدي مع الأهلي مهمته من منتصف الموسى مساء الخير زمالي عزيزي أحمد تحياتي لكم لكل مشاهدينا السادسة في كل مكان بالفعل زي ما أنت قلت ما فيش وقت للراحة سريعا على طول الجهاز الفني بدأ للسادسات لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة التاسعة في مباراة الدورة المصري الممتازة المقرر ليها بإذن الله بعد غدا السلسية في التاسعة مساء على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة يمكن التمرين بدأ بمحاضرة فيديو للجهاز الفني مع اللعبين شرح فيها أهم من قطقه والضعف والطريقة اللعب اللي إن شاء الله يواجه بها الجونة بعد غدا بعدها على طول الجهاز الفني نزل لأرض الملعب والتدريب بدأ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة طبعا زي ما أنت قلت لضغط المباريات وما فيش وقت خلاص للراحة ومن بعدها تم عمل تأسيم يمكن الجهاز الفني بيشتغل بشكل فنة أكتر خلال التمرينات اللي سابقة وكمان تمرينة اليوم يمكن كمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلسة صدرات النادي الأهلي والمشرف العام على القرى حرص على حضور مران اليوم يعني زي ما أنت قلت في ظل الضغط يمكن ده التدريب الأول والأساسي استعدادا لمباراة الجونة إن شاء الله الفريق بإذن الله هتجمع بكرة كمان فيه تمام العشرة صباحا ومن بعدها تدريب فيه الحدادة عشرة صباحا ثم السفر بإذن الله بعد الظهر ليه الجونة على مطن طائرة إن شاء الله ليه خوض المباراة بعد غدا السلساء يكلمتنا عن شكل التمرين والاختلاف يمكن عايز أقولك حالة كبيرة جدا من الحيوية بإشهادة ملع مختار التيتش بالجزيرة منذ أن تولى الجهاز الفني الجديد بقيادة ريكاردو سوارش مقاليد الأمور في النادي الأهلي يمكن طبعا زي ما أنت شفتها عالد كبير جدا من المعاونين معظمهم شباب كلهم موجودين في التأسيمة والتدريبات بيخدوا يمكن التدريب مع الفريق فتحس بشكل كبير جدا من الحيوية يمكن دخلوا بشكل كبير جدا مع اللاعبين تحس إن الجهاز الفني بقاله فترة كبيرة جدا في النادي حالة من التلاحم موجودة في التدريبات إن شاء الله تكلل بفوز إن شاء الله مهم على الجنب في أحدى المباراة المؤجلة ومن بعدها زي ما أنت قلت بقى يعني مباراة في يوتشان ومن بعدها برامز في الدورة ثلاث مباريات يعني أهم من بعض ونتاجتهم إن شاء الله تكون حاسمة في مشوارة البطولة ومن بعدها إن شاء الله يكون أول البطولات للجهاز الفني الجديد أمام الزمالك بإذن الله 21 يوليو الجاري بإذن الله خليني محمد أسألك ونطمن الناس برضو الحمد لله الحمد لله للآخر مطشين تقريبا لجعلنا عدد كبير من المصابين ومباراة حولتها يمكن ما تكسب المباراة واحدة كانت مشاركة محمد عبد المنعم علي معلول حمدي فاتحي أليو ديانج عمر السولية يعني كلهم الحقيقة سواء كانوا بيعانوا من إصابة أو من حالة إجهاد مباراة حتطميننا إلى حد كبير جدا عليهم وعلى جهزيتهم للمطشات الصعبة اللي جاية مش بس باتكلم على مطش الجنى الجنى وما يليه سواء فيوتشر أو بيرمتز أو الزمالك هل من المنتظر أنه في قايمة مباراة الجونة يكون فيه احتمالية لدخول عدد من الأسماء اللي كانت مصابة أو مشاركتش مع الأهلي الفترة اللي فاتت يعني نتكلم في الملف ده بشكل عام أحمد يعني كن ياسر إبراهيم عمر السولية حسين الشحات فضل الجهاز الفن النهاردة راحتهم من التدريبات الجامعية وهيكتفوا بس ببعض التدريبات الاستشفائية في الملعب وفي الجيم يمكن أحمد عبدالقادر هو أقرب إن شاء الله العائدين من المصابين اللي صفوه في الفريق بإذن الله ولكن ده هيكون من بعد مباراة الجونة يعني إن شاء الله خلال أسبوع على الأكثر هيكون موجود في التدريبات الجامعية إن شاء الله يكون هو أقرب العائدين للمشاركة إن شاء الله كمان يعني ياسر إبراهيم من دكتور رحمة أبو عبدالي عقب مراني اليوم هيتم تحديد إن كان هيكون في قايمة الجونة أم خارج القايمة على حسب الاختبار اللي هيتم عمله ليه بعد انتهاء مراني اليوم لكن عاوزة أطمنك بحالة عامة كل الفريق إن شاء الله حالته أكثر من رائعة زي ما قلت لك نشاط حيوية تنافس كبير جدا على نايل الساقط الجهاز الفني والوجود في القائمة للمباراة المجبلة يعني مرحلة أهمة جدا محتاجين كل لعب في الصفو في نادي الأهلي إن شاء الله كل عميتوا بقى في حالتهم الفنية والبدنية وإن شاء الله ربنا يكفينا ويكفي في لعبتنا إن شاء الله في فترة الجاية إن شاء الله الإصابات ويكون السكوادي الكامل بتاع النادي الأهلي بإذن الله من كامل معنا في كل مباراة الموسيقى إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق اللي لعبتنا إن شاء الله في مباراة الجنة بتالي مباراة الجنة تبقى نقطة وبعد كان نرجع بقى من أول السطر ويكون لنا كلام تاني بشكر زماننا العزيز محمد أفيق من داخل نادي الأهلي في الجزيرة ده أنا يعني أخبار تمرينت النهاردة وطمننا على فرقتنا وكل التوفيق إن شاء الله للأهلي في مواجهة الجنة يوم الثلاثة اللي جاي خليني سريعا عدي على أخبارنا النهاردة بداية هنروح لبعثة مصر في بطولة البحر المتوسط اللي أضافت لرصيدها تلات ميداليات جديدة طبعا البطلة المصرية بطلة من ذهب نعمة سعيد أضافت لمصر ميداليتين ذهبيتين في رياضة رفع الأتقال بعد ما نجحت في محاولتين على التوالي وكده وصلت نعمة طبعا البطلة المصرية رصيد بعثة مصر من الدهب لتسع ميداليات ألف مبروك طبعا عندنا كمان في رياضة رمي الرمح ميدالية فضية أضافها البطل المصري إهاب عبد الرحمن عمل رمية فيها خمسة وسباية طبعا علم مصر وهو مرفوع مع علم تركيا وأعتقد الأشقاء في الجزائر والعالم طبعا أخضر وبيض مش بقى بالضبط كده دي الميدالية الدهب اللي أضافتها رياضة رفع الأتقال واحدة من الرياضات اللي تراهن عليها بشكل كبير جدا في بعض الرياضات كده إحنا شاطرين أو يعني شاطرين متفوقين فيها تقدر تراهن عليها وعلى أبطالها وتستسمر وتعدهم بشكل كبير بحيث تراهن على ميدالية أولمبية ولسه بإذن الله إن شاء الله البعثة المصرية ما اكتفتش إن شاء الله بإذن الله فيه في المشوار ميداليات جديدة طيب من أخبار الانتقالات ميركاتو بما أننا مهتمين بليفر بول ليفر بول خلص خلاص مع صفقة هجومية جديدة قادمة من فولم فابيو كارفالو المهاجم جديد بينضم لصفوف ليفر بول بعد التجديد مع محمد صلاح وبعد ضم طبعا داروين نونز زي ما حضرتكم شايفين عقد مستمر الغاية 2028 مهاجم صاعد ويعد الحقيقة وكل بيشيد بي أنا متفرجتش عليه لسه بس الحقيقة بيقولوا عليه واحد من المشروعات المستقبلية لفريق ليفر بول وتبقى المهمة الأخيرة لإدارة ليفر بول هي محاولة تجديد التعاقد طبعا نبي كايتا نجم خط نص ليفر اللي يمكن بقى واحد من العناص الأساسية في الموسم الأخير بالذات طبعا مع يورجين كلوب نروح للتحاد الأفريقي الحقيق واحد نهاردة معنا ثلاث أخبار متعلقة بالمسابعات الأفريقية واحد طبعا زي ما أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكورة القدم الكاف باتريس موتسيبي إنه بداية من النصها اللي جاية في دولي الأبطال هيتم العودة مرة تانية للنظام القديم في المباراة النهائية بحيث أنها بدل ما تقام من مباراة واحدة فاصلة تقام بنظام مبارتي الذهاب والإياب وده هيحصل ابتداء من النسخة اللي جاية نسخة عشرين تلاتة وعشرين بس هنا لنا وقفة لأنه الحقيقة يمكن ردود الأفعال اللي حصلت والملابسات المرتبطة بشكل مباشر بنهاية النسخة الأخيرة من دولي الأبطال اللي جمع بين الأهلي وبين الوداد المغربي وما عقابه الحقيقة من ردود أفعال على كل المستويات سواء أثناء الحدث نفسه أو بشكل رئيسي في المؤتمر الصحفي اللي قامه النادي الأهلي بتحدث فيه كابتن محمود الخطيب عن كل الملابسات المرتبطة بالمباراة النهائية ورؤية وطرح رؤية النادي الأهلي لتطوير المسابقات الأفريقية بالشكل اللي يتناسب مع طبيعة وظروف وإمكانات الأندية في القرى الأفريقية وأنا أعتقد بشكل يعني رئيسي إن لو لم يكن لو لم يكن الأهلي طرفاً في المباراة النهائية في الأحداث المتبطة المباراة النهائية ولو لم يتحدث كابتن محمود الخطيب في المؤتمر الصحفي اللي طالب فيه بالعودة للنظام الأديم وشرح المبررات أو الرؤية المنطقية اللي خلت نادي الأهلي يتقدم بالطلب ده أو يطرح الرؤية دي كان ممكن جداً ما أعتقدش إنه فيه نادي على مستوى القرى الأفريقية كان ممكن يكون لي نفس قوة رد الفعل دي وما كانش ممكن إنه يكون لي حجم التأثير ده وبالتالي كان من الممكن جداً لو الوداد قبل أي فريق تاني في أفريقيا وانتهت الأمور زي ما شفناها كده وتحسمت البطولة صالح الوداد المغربي العشقاء في المغربة كان ممكن جداً أن الأمور تستمر لسنين وسنين وسنين بنفس الطريقة وبنفس النظام فهربعتكم ده واحد من ردود الأفعال الإيجابية لأن الحقيقة طلب الأهلي كان مشروع جداً ومنطقي جداً وبدايةً زي ما قلت لكم من الموسم المقبل أو النسخة اللي جاية من دولي الأبطال هيكون فيه العودة للنظام الأديم يعني مباراتين ومبارات ذهاب ومبارات عودة ده حصل طبعاً في الاجتماع اللي حضر النهاردة المكتب التنفيذي الاتحاد الأفريقي في مدينة الرباط في المغرب وتم التشور بين أعضاء الاتحاد عشان يتم العودة للنظام القديم والحقيقة يمكن جزء من الرسالة اللي كلم فيها أو من التصريحات اللي كلم فيها باتريس موتسيبي أكد فيها مرة تانية على تفاهمه الكامل لوجهة نظر نادي الأهلي وعلى مشاعر الإحباط طبعاً يعني أعتقد أنها لن تغير في الأمور أمور لكن في النهاية الحقيقة هو اعتراف ولو ضمني من اتحاد الأفريقي أنه أخطأ بشكل ما وتسبب بشكل ما في خسارة الأهلي للقب نسخة دوري الأبطال الخبر الثاني مرتبط بتأجيل أمم إفريقيا المفترض أنها كانت هتنطلق فيه عشرين تلاتة وعشرين وكانت هتصدفها ساحة للعاج اتحاد الأفريقي النهاردة بيعلن عن تأجيل بطولة أمم إفريقيا لمدة ستة شهور إضافية هتقام النسخة اللي جاء إن شاء الله تصدفها بقى برضو كوديفار ولكن هتكون في عشرين أربعة وعشرين واعتقد أنه السبب ده هو الظروف الجوية أو الحال الجوية في كوديفار اللي مش هتسبح لها في التوقيت ده باستضافة البطولة فهتقرر أنه يتم تأجيلها ستة شهور عشان تقام في يناير عشرين أربعة وعشرين الخبر الأهم بقى وأنا يمكن ما عنديش مساحة النهاردة أن أنا علق عليه لكن هو فيه كلام كتير وفيه عدد كبير جدا من التساؤلات هو إعلان اتحاد الأفريقي النهاردة إطلاق البطولة الجديدة اللي احنا اتكلمنا مع حضراتكم عليها بأنها أكتر من سنة بطولة السوبر ليج أو السوبر الأفريقي مفترض أنه البداية بتاعة البطولة دي هتكون بعد نهاية النسخة اللي جاية من دوري الأبطال يعني لو تفتكروا اللي بيتابعوا السادسة طبعا عارفين أن احنا عرضنا لحضراتكم من حوالي أسبوع عشر تيام الأجندة الخاصة بالبطولات الأفريقية دوري أبطال شامبينز دي وبطولة الكونفيدرالية الأرعى إمتى والأدوار التمهيدية إمتى وأدوار المجموعات إمتى ومطشاط دور التمانية ومطشاط دور الأربعة ومطشاط لغاية وصولا للمباراة النهائية مفترض أن الموسم الأفريقي موسم المسابقات الأفريقية ينتهي في بدايات شهر يونيو عشرين تلاتة وعشرين تمام وده مفترض برضو في نفس التوقيت أنه هيكون نهاية البطولات المحلية عندنا في مصر كما يرغب أو كما أعلن الاتحاد الأفريقي بطولات عندنا تبتدي في شهر عشر تخلص في شهر ستة اللي جاي أفلح إن صدق طبعا نتمنى يعني لكن في النهاية عشان تبتدي بطولة كبيرة جدا بحجم السوبر ليج في شهر تمانية والسوبر ليج هيبقى ليها نظام تاني مختلف وليها عدد مطشاط أكبر بكتير جدا من نسخة أنا ما حسبتها مع حضراتكم مرة فاتح كنا نتكلم تقريبا في تلات أضعاف عدد المطشاط اللي هتلعبها في بطولة دوري الأبطال فبالتالي الحقيقة فيها تساؤلات كتيرة جدا لكن إعلان التحاد الأفريقي بيقول إن البطولة هتنطلق في أغسطس عشرين تلاتة وعشرين مين هيشارك؟ ألية التأهل ألية المشاركة حجم الجواز اتصل تقريبا لحوالي عشرة مليون دولار للفريق المتوجب بطولة كل دي ملفات هنفتحها مع حضراتكم بس ما عنديش مساحة النهاردة ممكن نتكلم فيها إن شاء الله في حلقة بكرة خلينا نروح بقى نختم فقرة الأخبار ونروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل حلو الجول الأخرين ده نجم طبعا النجوم الكرة البرتغالية منتخب لعب على منتخب البرتغال واللقطات اللي انت شوستوها دلوقتي طبعا ليه أثناء مشاركته مع واحد من أكبر الأندافة البرتغال سبورت انجليش بونا نجمينا النهاردة في السادسة هو أوشيانو كروز طبعا الحقيقة اللي يمكن ليه مشوار كبير جدا مع كرة القدم كلعب وكمدرب اسمحوا لنا في البداية نستقبله ونرحب بيه على شاشة الأهلي ونشكره طبعا على ظهوره معنا في السادسة أهلا بك شكرا جزيلا لكم طيب خليني في البداية الحقيقة احنا لنا واقفة كبيرة جدا مع الكرة البرتغالية عموما ويهمني كمان أقول ان الكرة المصرية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات كتير ما كان لها تجارب مع مديرين فنيين نجحين من البرتغال أبرزهم طبعا كان مانويل جوزيه أسطورة من أساطير التدريب في النادي الأهلي حقى مع بطولات كتيرة جدا ومؤخرا الحقيقة كان كارلوس كيروش واحد من أكبر الأسماء برضو تولى مسؤولية المنتخب الوطني هرجع للاتنين دول بس خلينا أسألك على الصفقة الأهم والأحدث والتي تشغل بالجمهير النادي الأهلي في الوقت الحالي ريكاردو سوارش المدير الفني الجديد اللي بدأ وتسلم مهام عمله رسميا وكانت أول تجاربه مبارح في قيادة الأهلي في مباراة في بطولة كاسمس إزاي بتشوف الخطوة دي وإزاي بتشوف قدرات ريكاردو سوارش وتقييمك دي في موسم الأخير اللي أضافه البرتغال أعتقد أن الأهلي قد قام بعقد مهم جدا فريكاردو سوارش من أهم المدربين الفنيين وعمل جيد جدا في البرتغال وهو قادر على تحقيق نجاحات كثيرة مع النادي الأهلي حيث أنه مدرب متميز ويستطيع تحقيق الكثير مع الأهلي وأعتقد أن الأهلي أيضا سوف يحقق هذا وسوف يفوز دائما من فريق كفريق الزمان طيب جماهير الأهلي تعاودت دائما على تحقيق الألقاب والحقيقة في مسئلتنا كنادي قرن بالنسبة للقرأة الأفريقية حققنا أرقام قياسية على كل مستويات محليا وقران وحتى في مشاركتنا العالمية لكن على مستوى الأداء على مستوى ممارسة كرة القدم إيه أكتر حاجة بتميز طريقة وإسلوب وفكر ريكاردو سوارش من وجهة نظرك طريقة تدريب ريكاردو هي طريقة غمية ويستطيع وفضل دائما اللعب مع فرق متميزة وأعتقد أن طريقته الفنية في التركيز على الهجوم وتدريبه المميز ودائما يفضل التحقيق البطولار وأنه مميز وهو يستطيع فعل الكثير مع هذا الفريق وعندما يستطيعون التفاهم أو التعود على طريقة فنية لهذا المدرب سوف يستطيعون تحقيق الكثير ويستطيعون لعب بطريقة مميزة وهكذا يستطيع مشجعين الأهل دائما استمتاع بلعب النبي الأهل بالعودة لإسم طبعا المدير الفني الكبير كارلوس كيروش تولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني وأنا عارف أنك على علاقة وثيقة بكارلوس كيروش وبالفعل خط معه تجربة العمل في مجال التدريب أعتقد مع منتخب إيران ومنتخب كولومبيا وبداية لماذا لم تستمر المسيرة مع منتخب مصر؟ هل عورد عليك أنك أنت تيجي مع المصر تتولى المسؤولية الفنية ولا كان أنت عندك أولويات أو وجدت عنها المختلفة؟ ببساطة كثيرة خبرتي مع كارلوس كيروش من 2010 مع بطولاتك العالمية وكنت مساعد له وفي تدريبه وفي نفس الوقت كنت أعمل معه دائما عشر سنوات من اللعب سويا ونحن لدينا صداقة مميزة ودائما نعمل سويا بعد ذلك سبع سنوات في إيران وعشر سنوات في كولومبيا كنت جاء مستحقيق صداقة مميزة وشبنا أن نستطيع العودة مرة ثانية لتدريب فرق أخرى وإتساب خبرات مع فرق أخرى ولكن هذه التجربة وصلت إلى طريق النهاية ولكن للأسف لذلك لابد أن نخرج من هذا الطريق بعد أن نعتقد أننا حققنا ما نستطيع القيام به من عمل مميز إزاي شفت أو إزاي قيمت تجربته مع المنتخب الوطني وهل استمرت حالة التواصل المستمر بينكم حتى بعد ما يعني يعني كل واحد اتجاه في اتجاه مختلف إزاي شفت وتجربته مع منتخب مصر ناجح معنا في الوصول النهائي بطولة أمم إفريقيا كنقابة قوسينا أو أدنى من التأهل لبطولة كاس العالم إزاي شفت مشوار كارلوس كيروش مع المنتخب الوطني المصري طبعا أنا لقد حزنت كثيرا أعتقد أنه عمل جيد جدا وحزنت جدا على أنه كان خرج من مصر ولكن يدرب الآن السنغال بنفس الطريقة وبنفس الفنية ولكن الكرة دائما هكذا نعتقد أن المنتخب المصري لعب وأدى ما عليه ولكن كان ينقص بعض الأشياء كان يفتقد لعبا مميزا زي صلاح وهو لاعب مميز على مستوى العالم أعتقد أنه أفضل لاعب على مستوى العالم وهكذا كرة القدم وللأسف ما حدث المنتخب مصر ولكن أشعر بالحزن الشديد لعدم مصول فريق المنتخب الأهل يعني طوال فتر التواجد في مصر وطوال فتر التولي المسئولية كان يبدو أن مستر كارلوس كيروش شخصية هادئة جدا أو ده الانطباع الذي أغلب الناس خدته عنه شخصية هادئة جدا ديبلوماسي لأقصى مدى لكن الحقيقة بعد ما ترك المنتخب وتولى مدير فني وطني مسئولية تدريب المنتخب المصري حصل من قبل مسئولين تواصل جديد في محاولة لعودة كارلوس كيروش ومن هنا بدأت الحقيقة حالة يعني توطر كبيرة جدا بين مسئولين في اتحاد المصري وبين كارلوس كيروش تصريحات وتصريحات مضادة اتهامات واتهامات مضادة هل ده طبيعي معروف عن كارلوس كيروش وإذا كان فيه تواصل بينك وبينك وبينه إيه هي سبب حالة الغضب الكبيرة اللي وصل لها كارلوس كيروش في التوقيت الحالي أعتقد أنه عنده حلم كثير أنه حقق بطولة العالم أعتقد أن هذه مرحلة مهمة جدا وهو يعيد تقييم الأشياء مرة ثانية وهكذا حال كرة القدم دائما وهو يحاول النظر وهو يعتقد أنه كان يستطيع تقديم الأكثر ولكن أعتقد أنه ممكن أن يعود مرة ثانية ولكن هذا قرار خاص به هو شخصيا ولكن أعتقد أنه يوجد مساحة للحوار وللكلام حول عودته مرة ثانية هنتظر منك في الجزء الأخير من حواري إجابات سريعة أطرح عليك بداية فرص المنتخب البرتغالي اللي وصل بصعوبة في ملحق لبطولة كاس العالم هل تتوقع مع تقدم سن كريستانو رونالدو وصوله ل37 عام أنه منتخب البرتغالي يكون عنده قدرة على المنافسة على لقب بطولة كاس العالم 2022؟ أعتقد أنه كريستانو سوف يحاول ولكن دعنا ننظر ماذا سوف يحدث ولكن فريق البرتغال سوف يحاول مشاتر الطرق أو عنده تسعة أو تلاتين سنة ولكن عندنا لعبة أخرى ولكن نفكر مرة ثانية في كيفية تحقيق البطولة عن طريق كريستانو وعن طريق لعبة أخرى في المنتخب ولكن كريستانو رونالدو عنده بعض المشاكل رسميا طلب كريستانو رونالدو من إدارة منشستر رينايتد الرحيل عن صفوف الفريق رسميا طلب كريستانو رونالدو الرحيل عن صفوف مانشستر ينايتد الكلام الحقيقي على اهتمام أربع عندها وفي بعض الأسماء اللي ارتبطت باسم رونالدو في الموسم القادم منهم باي ميونيخ منهم شيلسي الإنجليزي منهم نابولي الإيطالي ومنهم أيضا روما الإيطالي أي الوجهات تفضل بالنسبة لنجم الكورة البرتغالية لاعب مثل كريستانو رونالدو إذا ذهب إلى الأطرس إلى فلق أخرى أعتقد أنه سوف ينظر بحماس إلى الفلق المتعددة ومن يستطيع تحقيق معه بطولات ولكن هذا اختيار كريستانو وهو دائما يحقق النجاح لأي فريقين من أفضل لعب على مستوى العالم في الوقت الحالي من وجهة نظر كريستانو كروز من الصعب اللي بدرب منتخبات أنا أعبد صلاح وأعتقد أنه من أحسن اللعيب على مستوى العالم ولكن من الصعب أن أحدد شخص بعينه ولكن في صلاح بابي وأيضا بيرناكسي سيفا يوجد العديد من النجوم المميزين ولكن صلاح دائما الأفضل وأيضا يوجد ميسي نيمار كريستانو رونالدو أنهم لعب مميزين بالغاية وحتى نستطيع تحقيق الجوائز أعتقد أن صلاح دائما على مستوى الدوري البرتغالي وعلى مستوى سبورتينج جبونة يمكن كمان سبورتينج جبونة في عدد من الأسماء اللعبين المصريين اللي احترفوا في الفريق وفي تجارب للعبين المصريين في عدد من الأندية البرتغالية التجربة الأبرز من أكثر لعب مصري احترف في الدولة البرتغالية ولفت نظر أو شايف شانو كروز من وجهة نظروا منها كانت تجربة نكحة في الفترة الأخيرة لنكن عندنا لعبة كثيرة ولكن اللعب المصريين مميزين على مستوى القرى الأفريقية وأعتقد أن الكرة المصرية تقترب كثيرا من الكرة الأوروبية وأعتقد أنهم يلعبوا أكثر في المنتخبات المحلية الأهل يحتوي على لعبة مميزة وأيضا الزمالك أعتقد أن المنتخب المصري يحتوي على العديد من اللعب المميزة المصريين وهذا يميز الكرة المصرية وعندنا لعبة مميزة صلاح في لوفربول ولعبة أخرى مميزين في نوادي أخرى وأعتقد أن أعمر محمود جوز بورغو أعتقد أن مصر اللعب المصريين يستطيعون تحسين الأداء أكثر وهم قادرين على ذلك ويستطيعون الوصول للمنتخبات الأوروبية والله نتمنى يعني ياريت الرسالة تكون وصلت طبعا بشكر نجم الكرة البرتغالية أوسيانو كروز نجم البرتغال ونجم سبورتنجش بونا كل الشكر لك على مشاركتك معنا في السادسة كلامنا أكثر بقى عن اللي جاي كلامنا مبارح الحقيقة لنا وعفة مبارح مهمة جدا في بدايات ريكاردو سوارش طبعا مديل فني في مباراة بيترو جيت والأهم الحقيقة اللي جاي إزاي هنبصره إزاي نتعامل معاه وأعتقد إن شاء الله اللي جاي دايما براه على أنه يكون أحلى كل ده في السادسة مع كابتن ضي عبدالصمت نجمينا وضفنا فيه السادسة بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة طبعا يعني هو الحمد لله طبعا يبدو لنهارده يوم حلو يوم سعيد على البعثة المصرية أولا في الجزار وعلى المصريين بشكل عام لأنه النهارده أعتقد أنها أفضل حصيلة من الدهب ابتدت حلقة النهارده بإضافة اتنين مديلتين دهب جداد لرصيد البعثة المصرية عشان حياتهم طبعا نعم سعيد في رفع الأتقال لكن الحقيقة كمان يمكن على مدار الحلقة إضاف للبعثة المصرية هناك مديلتين كمان عشان يوصل رصيدنا من الميداليات الدهب لحضاشر ميدالية حضاشر مديلية ده رفعوا أو خلونا النهارده في المركز الخامس بعد ما كنا مبارح في حالة مبارح مع حضراتكم ختمت ومصر كانت في المركز السابع ده طبعا زيادة السيسي في سجدة شكر بعد تحقيق الميدالية الدهبية في سلاح السيف دي الميدالية الأولى اللي دخلت لمصر النهارده الميدالية التانية الحقيقة كانت في رياضة الفروسية والبطل محمد طلعت طلعت جاب لمصر ميدالية جديدة عشان يوصل يوصل عدد ميداليات مصر من الدهب لـ 11 ميدالية ينقلونا أو ياخدونا خطوتين لقدام بدل ما كنا في المركز السابع نوصل للمركز الخامس كل التوفيق إن شاء الله لأبطلنا ولسه ما زالت المنافسات متتالية وعندنا لعيبة وعندنا فرق وصلة لمراحل نهائية وإن شاء الله نقدر نحقق نتيجة كمان أفضل من كده أما فيما يتعلق بكورة القدم وفيما يتعلق بريكارد سوارش فالكلام يطول الحقيقة وياخدنا لأننا نفتح محاور كتيرة جدا مع ضفنا النهاردة كابتن دياء عبدالصمد اللي بشرفنا في السادسة بسأل خيري كابتن دياء بسأل خيري محمد إزاي حددك وإن شاء الله برضو لازم يلومك من الحب جانب حلقنا مداليتين على طول مداليتين على الهواء ونطول الحلقة شوية يجينا مداليتين كمان السنة دي على ما تقريب على شكلنا كويس برضو على قدر المنافسات مش قوية قوي أو مش الناس بتلعب بالإصطاف القوي بتاعها لكن إن إحنا نحقق الكم ده من المداليات فدي حاجة كويسة جدا بس لو إلا واشتغلنا بقى طبعا وزارة الشباب واللجنة الأولمبية متشتغل على الولاد اللي جابين برونز وفضة وتعمل معسكرات وتعمل إعداد وتعمل ممكن يعني إحنا كريده الله يبرك لك أنا زعلان من حاجة يعني نيجي دي تتكلم على الراجل اللي كان مداليا بطولة أوروبا في الهندبول الراجل بتاعنا عالي زين عرفت بقى عملوا إيه يا أبو أحمد عملوا إيه معا الراجل متسليم بي ده فعلا والراجل قال وقال له أنت هتيجي إمتى والساعة كام ويوم إيه وفين وشين وعلى طيارة إيه ومكة وكورسي إيه الراجل ينزل يعني يا أبو أحمد يعني يا أبو أحمد ما هدي مشكلة بي مشكلة جزء في مصر بقول لك والله دي إحنا عندنا إحنا بنتطرك لمشاكل بعيدة وسايبين الأساس يا جماعة أنا بدافع عن حد طبعا في خطأ حصل ولكن برضو خلينا أنا أقول أن دكتور أشرف على طول عمل لا أنا معلش أنت عفنا بختلفش معك في حاجة كتير لكن أنا أختلف معك في دي آه يا دكتور أشرف مش موجود ده يستحقك ويستحق على فكة أنا قلت هنا في الحلقة إنجاز علي زين مع برشلونة ما يقلش عن محمد صلاح ما يقلش عن إنجاز محمد صلاح مع البركول طبعا ما يقلش دي اللعبة التانية الشعبية في مصر بيتيالي بعد الكورت القدمية يفندم وبصرف النظر على الشعبية أي حد يشرف ويرفع العالم ويفتح أفاق بديدة ويقول إن المصري قادر يوصل يعني ده شفوم غير أي حاجة يا أحمد إحنا عنده ده المشكلة في الاستمرارية وما بعد الاستمرارين توصيلت المراكز كويسة جدا في كل الرياضات وحاليا دلوقتي يعني عايش نشوة الانتصارات ونشوة الميداليات والمراكز وفي السكواش أنت مراحت في العالم وبدون منافس آخرهم محمود عسل واخد بطولة عالم من الأسادزة مش عارف فين الناس دي يا جماعة لازم الناس تعرفها ولازم الناس المفروض برضو تتكلم عليها ولازم الناس تاخد حقها وبعدين من يرجع فقا نسعى في حتة صغمضانة كده وعليش لازم أقولها على التجنيس وعلى أن كده محدش بيهتم بيك ومحدش بيعرفك ومحدش بيساعدك غير لما لا غير لما غير لما غير لما تحصل مشكلة ما دي مشكلة انا احنا في مثل شعبي عندنا اللي يبيعن يبيعوا ولا ايه طبعا انا ما قلتش فاهم عصدي ومصر مبتقاش على حد ومصر في النظر عن ايه الحاجات اللي ممكن هو حتحر في قراره ومسؤول عنه انا عايز احنا تاخد بس الحتة الشك الإيجابي من اللي انا بقول فيه مش بتكلم كده علشان أزعل خسر من علي فرج وخسر من علي فرج لا انا بتكلم في حتة ايه هي انا ليه ما هتنمش بالناس دي اتمن بدري ليه ما ادهمش اللي بياخدوه من بره ودول ولادي برضو ما هو في نفس الوقت انا مش باخد الحتة دي ما هو طبعا اللي بيعني ابيعه ومع الف السلام ما فيش مشكلة لكن انا ايه اللي خلاني ابيع واني ما خلاني ما استقبلش واني خلاني ما زعلش حتة بعيدة جدا خلينا تفعل حاجة ان يكون في حد مسؤول انت بس هتبعدني عن مطش مش عايزين لا 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 نتكلم ده انه يكون في مسؤول في موقع مسؤولية مقصر في اداء عمله ده مش معنى انك تعاقب بلدك وتعاقب اهلك انا معاك انا معاك انا معاك لكن البلد دي فضلها علينا كلنا بكل حاجة وكشة كل حاجة حلوة فيها الغلط دي يبدأ متقرر يا احمد وبصورة على طول على طول بنكرر وندعي الاسباب او نحاول ندور على الاسباب اللي نقول بيها معلش اللي اتفق معاك فيه انه اللي غلط يتمنى يعني هو احنا ما غلطناش في الناد الاهل يخسرنا بطولة يا احمد بسهل ما دوع دوات اتحاسبه انا بقول لك انا اللي بنتفق مع بعض فيه انه من اخطأ عليه ان يتحمل يحمل مصورة حسابه والله ما بيتحاسبه هاتلي حد كده اخطأ في حاجة مهم هقول لك حاجة بطولة اللازم الواحد ما وتكلم عليه بطولة زي بتعود الناد الاهلي مين السبب فيها يا احمد وطلع يا كابتن وكل الناس كلم مين السبب هيتحاسب اللي كان السبب في انه اخفى او انه ما طلعش او ما قالش على ان في بطولة دي سهل الناد الاهلي نظامه او مصورة نظامه راحب فين يا احمد هاتلي متسبب وهاتلي حد يتحاسب هدي المشكلة اللي بتكلم فيها مش بتكلم على حد يبيعه يتجانس لا كل دا مليش علاقة بيه اللي بيعنا بيه لما انت عرفش الاتحاد الكورة لا يغضع يعني يعني لاشراف او لمحاسبة دولة او مسؤولة حكومية عشان بقاش فيه تدخل حكومي لكن هو انت قفت عندك مش بس المجلس الحالي لكن المجلس السابقة كمان انه حتى المسؤول الاول او الرجل الاول القائم على منظومة الكورة او قائم على اتحاد الكورة في مصر لا يحسب هو مش فيه وقت من الاوقات رئيس او القائم بعمل رئيس الكورة قالك الاهلي هيلعب مباراة كاس العالم او مشاركته في كاس العالم بكل لعبته هل دا حصل هل حد حاسب المسؤول الاول في الوقت دا كان يبقى انا متكلم صح يا احمد يبقى انا متكلم صح انا متفق معاك يبقى انا متكلم صح لا انا متكلم في حدة ايه اللي يخطأ يا جماعة متحسبوه ايه المشكلة اهسألك سؤال انا غلط قلت حاجة عادلوتي في برنامج غلط وحاجة مش صح متحسبني يا اقل انت تحسبنيش ليه يبقى انا في حاجة بقى مش مظبوطة وده للأسف اللي احنا بنتكلم فيه بس احنا يعني معظم الاعلام والميديا الرياضية مش اللي عليها مش هكلم عليها الميديا الرياضية او السوشيال ميديا بلاش السوشيال ميديا كل واحد ماشي في اتجاه لصالح واحد تاني بيكبره ويهدي بحد هيدي المشكلة في مصر لازم نقطة نظام انا قبصم بالعشرة نقطة نظام انا يعني سنتين دخلت في الوسط الرياضي اكتشفت فيه الحقيقة حالة صراع على مصالح وحالة حالة من حالات مش هقول الفساد لاني لا املك قدل لكن هقول الفشل الاداري المتكرر الذي لا يؤدي الى تغيير سنتين يحمد انت اتخذت سنتين صح كده انا بقالك 45 سنة وحنين حبدالله 45 سنة وشفت اللي ما بتشافش باخر سنتين نتكلم على الماطش واصل ونرجع لدى كلام على الماطش مبارح وعلى اللي جاي بالنسبة طبعا للموديل الفني الجديد ريكاردو سوارش انا يعني تقريبا تقريبا عارف انه الغالبية العظمى مش هقول نسبة مقوية بس الغالبية العظمى من جمهور نادي اهلي مستنين نتيجة من ريكاردو سوارش مبارح فماتش بيتروجات يعني مش مستنين ويقعد شوية مع الفريق عشان يبان بصمته يبان يبان فكره يبان شكل الاداء مع النادي الاهلي معاه لكن الحقيقة ده على ارض الواقع شيء تقريبا شيء مستحيل انا قلتلكم برح الرجل يا دوبك ممكن يكون عارف بعض اسماء اللاعب مش تعرف على امكانياتهم لا عارف بس اسماءهم ولا الاسم الاولاني ولا الاسم اللي ممكن ينادي عليهم به لكن اللي جاي ممكن يكون ايه وخصوصا انه اللي جاي كمان صعب جدا في الفاصل كابتن دياب يقول لي انه الفترة الاخيرة اللي زهر في نادي الاهلي بما فيها مطش سموحة اللي احنا يعني ممكن بس زعلانين منه فيه عشان نتيجة فترة من افضل فترات ده بل انه شايف انه افضل مباراة لعيبها النادي الاهلي ككورة السنة دي هي مباراة سموحة للاهلي خسرها فخليناقف مع الحتة دي معاه افهمها منه وبقى نخش في ريكاردو سوارش بص يا محميد انت بتقيم الجهاز او المدير الفني او اللعيب انت تكلمني كورة هكلمك كورة بتقيمهم على اي اساس انا هتكلمك كورة كورة انت شفت الاهلي بيلعب وانتطرش وبيلعب كورة سريعة وبيوصل للمرمة بتاع الخصم بهجمة او بكورة يعني بيبني من تحت من عند الشناوي او من تحت من عند البكين لغاية ما بيوصل فوق وكورة ملعوبة مش كورة عشوائية ولا هي كورة ضلة ولا كورة واقعة من السردبكين ولا كورة من البكين غلطة فانا امتلام مشايط دي كورة ملعوبة بيوصلوا بالنقل بيحضر من تحت وغاية نوصل للتمنتاشر التوفيق وعدم التوفيق ده انا مرت به وشفته اكتر واحد انا زعلان على سامي قمصان اكتر من نفسه والله العظيم ثلاثة والله بقول للك ما حدش يحسش به عشان خسر ماتش اسموح اه طبعا اللي عملوا سامي قمصان انا مش عايز اقول يعني راجل بزودها لأ انا شفت كورة بشفتهاش في الناد الاهلي بقول للك احسن مباراة شفتها بالنسبة لي انا قديق عبدالصمت من سنة كورة وشكل واداء ايه بقى التوفيق وعدم التوفيق رعونا استهتار حط بقى مفيش حتة قلب مفيش حتة في عزك سب العافية لأ ده انا حاجيب الكورة دي جول اسرار حط اي حاجة تحت من انتك ما تجيبش هدف لكن كورة كورة انا بقول لك انا قاعد مبسوط اكتر واحد زعلت عليه مش هقول لك يعني 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 انا حاسس بي هو سامي قمصان ده في يعني في كورة ما تطلعش وبعدين بعدين مش محتاجة يا احمد ان انا كورة كورة جالي كده احطها بشمالي ده يا جماعة ازاي ده لازم يمين ده انت لو قلشت في اليمين وقلشت هتبقى جول ده اللي يمكن ريكاردو اللي جايبه اللي هو تطوير الاداء تطوير اداء مش هايجيبها هتطور امتى النهاردة في ناس واخد التراحة بكرة هيبقى قليل بعده عندك مباراة هتطور في تلتة تلتة بعدين كورة هتطور ايه عشان تطور يا احمد معلش بنتكلم كورة كورة انا باتكلم كورة داتي مليش دعو بأي حاجة تانية هتطور كورة لازم احفظ وعشان احفظ لازم اوقف وعشان اوقف لازم اقول لك انا نفسي العب بأي شكل وانهي طريقة والاسلوب اللي بحب انك تشتغل به علشان يجيب لك نتيجة هو جاي قال كلمتين عايز اداء وعايز نتيجة وعايز بطولات هتقل هتعمل كل ده احمد ازاي وانت ما عندكش وقت تحفظ وتلعب وتوقف وتصلح وتغير وتختار بعد كده اللي على ماذاك ينفذ لك اللي انت محتاجه بس خلينا نقول برضو يعني هتكلم معاك في اللي جاي وخصوصا كمان انه اللي جاي صعب يعني هو دخل على مطشاط معترة ضرب نار بس خلينا يعقف مبارح بس يعني حاول نقرأ كده انا وانا بتفرج حسيد انه في ملامح يعني في ملامح فكر اه طبعا رجل مش مسئول ومستحالة بصمته تظهر في اول مباراة لكن في حاجات مبارح حسيتها متغيرة على كرة الاهلي ممكن تبقى اجتهدات لعيبة عايزة توري نفسها ممكن ممكن تبقى تعليمات واضحة منه وصريحة ركز عليها في اليومين اللي اتكلم فيها مع الفريق فكرة الاهلي على طول بيحضر بالكرة على الارض مفيش البلالين اللي احنا كنا يعني كانت غريبة علينا في الاهلي في الفترة الأخيرة زيو 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 دي ما شفتاش الى الضرورة قصوى شفت أدواره الجميل لأغلب لعبة النادي الاهلي بما فيه قلبية دفاع يعني مبارح المساحة اللي كانت تحرك فيها هاني المساحة كانت تحرك فيها معلول حركات الأجنحة لقلب الملعب حسيت انه في حاجة متقالة ممكن تبقى لسه بدلي طبعا عشان اقول للنراجل ليه الفضل فيها مستحيل طبعا يعني مستحيل هم حينفزوا يعني كلام قالوا على الفرد وقالوا في الملعب وينزلوا يطبقوا على طول دي مستحيل ده تكملة ده تكملة أداء سامي أمصار ليه هو أنا لما بلعب مع احترام الكامل الكامل لفرد في التوجات احترام الكامل لفرد في التوجات هل فرد في التوجات تقدر تقيمها أو تحسبها زي فرد سموحة لا طبعا نمر واحد نمر اثنين الأداء أمام سموحة أنا بعتبره أداء راقي جدا جدا مع الوظف الاعتبار أخطاء فردية تسببت في تحلوط ثلاث أهداف شخصية فردية بحتة مهناش علاقة بالشغل الجماعي إنه هو فيه ترحيل فيه عدم التزام فيه 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 ده شغل يعني فردي فقط لغير وتحاسب عليه جمهور نادي الأهلي والنادي الأهلي وسامي أمصار وهارجعول برضو سامي أمصار دي نمر واحد نمر اثنين بترجوط مبارح لو تلاحظ أول ثلاث دقايق قبل قفشة ما يجيب الهدف نمر واحد الفرقة ما بتعديش نص الملعب واخدين تعليمات صارمة ما يعدوش نص الملعب إيه اللي حصل عندك السردباكين هم اللي بقوا يحضروا من تحت الطرفين طيرين زي ما انت بتقول فتحين أول ملعب اللي اتنين بيخشوا الجوة قفشة بدأ يقول أنا موجود الشغل بدأ يعني يظهر لأن اللي ساعد على أن شكل الأهل مبارح أول تلك ساعة أو أول ربع ساعة قلنا أن ممكن فرقة الأهل تجيب أربع خمس تجوال انت جايب جول بدري قوي أول ربع دقايق خمس دقايق سبع دقايق تجيب جول وما فيش حتى الجول لما فيش ضغط عليك بالنسبة للأفشة ما حدش قال ولا حد عاد فدي مشكلة نمر اثنين الشكل بدأ يتغير شوي أنا نقول خلاص المباراة بقت سهلة بتلاعي فرقة في المتاسبه بقت في المتناول هتلعب نهائي عايز أطلع أحسن مع عندي عشان الراجل ياخد عندي فكرة كويسة علشان أبدأ أحط نفسي في اللسكور بعد كده وتحط في الثمانتاشر أو في الحداشر خلاص ما أطلعش من عنده كل الكلام ده لازم تحطه في الاعتبار يا أحمد لأن هي مش سهلة إن أنا أبقى مدير فني وبدلسة بشوف مباراة ومش عارف أسماء اللعيبة ولا أمكانات اللعيبة ومن خلالها إن الناس اللي معاه برضو اللي بيعملوا سكاوتنج وبيعملوا يحللوا مباراة ويحللوا أداء كل لعيب كل عيب ده سلم خمستاشر كورة ضيع سبعة مش عارف ايه اتنين سقق لمشكلة مليار في المية ده الكلام ده محطوط في الحزبان ويمكن عشان كده عايز أبقى موجود على طول وعايز أعرض نفسي وبشكل كويس ومش عايز أطلع من الحزبان وانت شايف أن يعني الناس تبتدي تحسب ريكاردو سوارش إمتا الناس تبتدي تحكم على الأهلي مع ريكاردو سوارش إمتا فنيا كورة كورة يعني نتكلم كورة احنا جايبين الرجل ده مش عشان يعني احنا بص حتة الفوز والبطولات عند لعيب عند جمهور الأهلي محصومة احنا متعودين دايما احنا من الأداء والشكل احنا مشكلة يعني مشكلة أغلب الأهلوية اللي بيحب الكورة في ناس كتير بتشجع الأهلي عشان شايف الأهلي حاجة نكحة وحاجة حلوة ومصدر فرحة لكن في جزء كبير من الجمهور لعيبة كورة يعني بتحب الكورة أداء اه انا عايز أكسب البطولة وعايز أكسب المطش بس عايز السيسعين دقيقة أداء محتر أشبع كورة أشوف كورة أحس الأهلي في القيتي أنا سعيد بالكورة الأهلي لكن فكر أنك انت تكسب طول الوقت وتحقق على الخب طول الوقت وانت عندك مشاكل في الكورة اللي بتقدمها دي كانت مدايقة جوز شريحة عريضة جدا من جماهير النبي على ما أعتقد على ما أعتقد لو هو عمل حاجة ممكن نقول لك اللي دلوقتي ممكن نقيمه في خلال مش قال من شهر نصف شهرين تبدأ البصمة بمعنى زي ما قلت لك النهاردة الأهلي نعب من بوران بارح في ناس كلها راحت راحة صلبية الجزء الثاني التمرين خفيف وخلاص على الاستشفاء وخلاص على كده خلاص كده ديني مرة اثنين بكرة التمرين خفيف ماش انت هتعندك مطش بعديد فهتلحة تعمليه ماش تلحة تعمل حاجة ومسافر الجونة كل اللي هيعمله فيديوهات كل اللي هيعمله يحفظ خطوط وواجبات اللي جايبه للتطوير اللي جايبه للتطوير لازم يقعد مع كل واحد يقول له انت بتستلم ازاي وشكلك في الاستلام بيبقى ازاي وبتسلم ازاي وبعد التسلم هبتدي يكلم لعيب داولي والله العظيم قررى بيخلص كرة كابتن ضياء ما انا هقول لك هو دا مش رأي على فكرة يا احمد الكلام دا انا قلته وكرروا كرروا كيروش كان مين قبل كروش موجود في المنتخب كابتن حسام البادري وقبل حسام البادري كان اسمه داوت في امريكا دا اسمه ايه فيه هكتور كوبر وبرادلي هكتور كوبر ليه كل الناس اللي بتيجي تمسك مصر وناس محترفة وليها اسماء بيبقى الشك الدفاعي غالب على الأداء في كل المباريات ليه لان الاستلام والتسلم احنا واخدناها كده بس يا احنا ماليش عند اخدها يعني ايه يا معقولة لعيب لعب دولي ولعب اهلي ولعب زمالك ولا بيتسلم ولا بيتسلم انا معاك يا احمد اوات اجي معاك فيهم برا برا وهجي اقول لك اللعبة اللي احنا بتلعب في اهلي وزمالك وبتلعب في منتخب مصر كم كورة بتطلع من رجله صح وكم كورة بتطلع من رجله غلط وكم كورة بيستلمها صح وبيستلمها غلط وبتضيع حجمها واهداف دي مشكلة عندنا دي مشكلة كبيرة اللي حواليك يا أحمد اللي حواليك بتحركوا دي يا راجل دي أنا شوفت كرة مبارح أنا هتجنن فعلا في حاجات كثير جدا بأتكلم فيها بص أربع وقفين ما بيتحركوا من لو خات خطوة يمين أو خطوة شمال فتح لعب فتح الملعب كل خطع هي دي المشكلة هي تحرك بدون كرة دي عادي دفورة في مصر عبوري أحمد هتطوير 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 إيه هتطوير إيه هتطوير إيه تطوير لأنه ممكن يبقى السؤال يتطوير إيه وإمتى لأنه مش هتطوير مش كاسي قالتك نحكم امتى والتجربة. لا مش قبل شهرين لا معديش وقت. طب خلينا ولك برضو واكد تاني انه وسك حلو تاني اسمع فيه مداليا دهب. لا كده لا كده لا كده لا كده لا كده لا كده لا كده. نكمل معنا الخريطة. يا كابتن ضيا النهاردة ضيف على كل برامج اللي هو. كده ممتعش يا جماعة لا كده اللي هو خلاص بكده. طيب البطرة بسانت حميدة. لا وايه مداليا دهب ورقم قياسي جديد في علعاب القوة في المسابقات الجاري في 200 جميل جميل جميل. 22 سبعة واربايين. بسانت حميدة. بعد المت متر يا ممتax ENicer أحيانắ otras انت كده وصلنا وصلنا اتناشر ميدالية فضية. عندنا كمان في مداليا فضة جديدة. كريم كحلة مداليا فضة في رفع الاسقال 171 كيلو ألف مبروك لأبطال مصر ألف مبروك لبعثتنا ألف مبروك طبعاً لشعب مصر الحقيقة يمكن يعني بيتابع لحظة بلحظة وإحنا بنقرب من أيام من نهاية البطولة لكن الحمد لله أنا رصيد النهاردة خمس ميداليات من 12 ميداليا يعني النهاردة تقريباً ألمصد تقريباً يعني تقريباً نص ميداليات مصر الدهب جايبينها النهاردة فعشان كده هنحجز بقى كابتن ديا معنا ويش حالوها علينا حقدك للقطة كده بعيداً عن الكرة نممكن لفتت الأنظر وناس كتير اتكلمت عليها همينيا سمعت عليها برضو شريف واحدة من الهجمات النادي الأهلي في ديئة 65 معلول لعب كروس الحقيقة هاي الهرد إزاست المية إزاست المية هو طبعاً الفرصة سهلة وقبل الهجمة دي على طول كان الحكم المساعد كان بيجاهز لتغييرها حسام حسن مكان محمد شريف شريف بعد ما ضايع الكرة ورمى يقول له خلاص انا طلعت انا طلعت انزل انت من عندك فحسن بيقول له لا تعال انزل من عندي فدخل ريكاردو سوارش هنا راح قال لك لا اجل روح وشخانه وكمله تسخين ومرضاش يطلع شريف من الملعب اهو هنا علشان علشان عارف دي ليه دي حتة تقول له برضي وبعدين خيار بعد شوية بس قال له مش دي السبب مش دي للسبب اللي هغارك بيها بس بتقول حاك طبعا بدأ يقول عنده ان انا انا حاسس باللعيب اي وفي نفس الوقت دي ممكن تكسر العيب زي بالضبط لو تفتكر يا يا احمد لما جي حسام نزل وبعدين اتغير بسرعة وما عادش خمس دقايق ولا سبعة دقايق او نزل قبل ما في نهاية المباراة اي او اللا دقتين دي قلتلك دي قصرت حسام حسن اه لما جيت في المرة وكتنا معاك برضو قلتلك دي قصرت التغيير دي قصرت حسام حسن عشان تجيب تاني حسام حسن دي مشكلة صعبة هي دي المشكلة ان المدير الفني لما يحسس باللعيبة بتاعته صدقني اللعيبة ممكن تعمل اللي انت مستنيه واكتر دا للأسف لكن احنا هنا في مصر ما بنشتغلش على حيطة دي كويس لان العامل النفسي ممكن يكون واحدة من يعني زي ما كان لئي إيجابيات كتيرة جدا نتكلمنا عليها بس خليها نقول واحدة من سلبياته انه معرفش يقرى التركيبة اللعيب المصري نوعية اللعيبة مع جوزيه غير نوعية اللعيبة مع ريكاردو دلوقتي مختلفة تماما لا الكواليتي بتاع العيب مختلفة لا انا بتكلم انك مهم جدا انك تبقى حتى لو مش هتعتمد على العامل بشكل اساسي انك على طول تبقى محسسه انك مقتنع بيه ومختنع بيه ومختنع بيه طبعا وانه هو في اي ولاحظة ممكن يبقى وراءة كسبانا دا دور مين بقى واحمد خلينا ارجع معاك بقى دا دور مين سامي قمصة هو اولا او premium معرفش محمد عبد المينعم ومحمد عبد المينعم راجع من الاصابة ومبلة الامبارح مين لحط التشكيل جاب جول حعهم جدا اللقطة الجميلة بصرح الكويس لقطة قفشة والاقطة عبد المينعم لاثنين من اجمل لقصات لا برضو دي اعني Guangé دي حاجة كويسة جدا 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 لقفشة وحاجة كويسة جدا لمحمد عبد المينعم ان عودته من اصابة ويجيب جول ويقدم بشكل كويس بنسبة كبيرة دي برضو تديلك أريحية شوية وفي نفس الوقت تديلك أنك أنت مفيش مشكلة بالنسبة لكبيرة في المكان دوت بس عبد المنعم اللعبة دي بتاعته العملة في انتخب مصر عملة في الأهلي يقطع هقول لك حاجة رامي ربيعة حتة دي في جمد جدا حتة دي رامي ربيعة من أحسن السببكات اللي بتكمل رامي ربيعة لو اهتم شوية اهتم شوية بقولها يعني أنا شايف أن الراجل لو وظف رامي ربيعة في حياتة الديفندر دي حتى لو إحنا وإحنا كنت دي دي بتاعته أصلا ويسجل ياما براسه وبرجله ده عمل كرة يا أحمد أنا شفتها له في انترو في نادي الأهلي كرة ملعوبة واردودة هو راجع هو راجع عمل لف تقريبا يعني قول مثل 270 درجة ولا بتاع من غير ما يبص وجنب العرضة بما فيش سنتيمترات رامي ربيعة لو ركز في الحتة دي بقولك أنا بتكلم عن حتة الصغيرة اللي فيها فعلا ميزة لعب نادي الأهل لو ركز في الحتة دي هيبقى فارقي كبير جدا بالنسبة لرامي ربيعة لأنه بيلعب دماغه كويس قوي وراجل في الحتة دي قدى كويس ولعيب كبير يعني رامي بس نحتاج أن هو يركز شوية في حتة الباص والاستلام وتسللل دي كرة عبد المنع دي بتاعته على طول عبد المنع دي بتاعته على طول على فكرة وممكن ميزة من الميزات اللي بعملها حتى معلولة حتى بدأ كمان ياخد الثقة شوية الفترة مجهد ولازم بقى الحتة دي اتكلم في يا سامي أمسان ويتكلم معاه برحته جدا عندك لعيبة ممكن تستريح يعني أنا لتبعني عندي باكليفت عندي أشرف وعلي معلول مرهج شوية وما يقدرش يلعب كل 2.70 ساعة مباراة ممكن رايح بقى واحد أو اتنين من الناس اللي انت بتعتمد عليهم يعني كان مبارح لازم يلعب بالفل تيم ليه دي بتولة وبتولة كاس كسبت النهاردة مباراة واحدة المباراة التانية هتلعب في الكاس فكان لازم ألعب والراجل رايح بعد مطش الجونة يعني الحمد للانك بعد مطش الجونة عندك نوعا ما فترة اللعبة تبتت تاخد نفسها اسبوع يعني اسبوع في اللي احنا بنمر بيه منتعرفة هي يعني انت بتلعب كل يومين تلعب سبت حتى حتى تتمرر النهاردة حد واتنين وتروح تسافر عشان تلعب في الجونة فطبعا يعني كان اللي هو فعون الجهاز الفني واللعيبة لكن في النهاية عندك اسبوع بس بعد الاسبوع وده اللي انا جايلك فيه انت بعد الاسبوع ده رايح لاهم ثلاث مطشاط مطشاط المربعة ده بيكل رايح لفيتشر رايح لبيرميدز رايح للزمالك في نائي الكيس والاسماعيلي بقى؟ يا اسماعيلي بعيد او يا اسماعيلي بعيد يعني اسماعيلي هتتأجل كده كده على العناصر اللي تبدأ تحقق اللي هو عايزه هو واضح مبارح عمل حاجة برضو ان هو ما خافش على النتيجة وهو بلعب يعني في المباراة هتلعبه النهائي قابلي نهائي ان هو ما خافش على مكسب النهادي وفي نفس الوقت ما قالش انا امن انزل ديفندر او انزل في الدباك ثالث واضمن وبأول مطش بالنسبالي فانا عادي جدا ان انا اقول ان انا حققات نتيجة كويسة لا ده هو كان بيهاجم وعايز يجيب اهداف ودي شكل كويس جدا يعني يعني برضو من التغييرات تقولك ان هو لا هو ليه السيستم والله واعلم انا مش بحكم برضو زي الناس اللي بتحكم بسرعة ما اعملش حاجة عشان حكم عليه انا بقول لك عشان حكم عليه بس انت مش مركز او يا كابتون دهو ليه بقى؟ عشان الميداليا اللي جات دي فوتت منك يعني طيب لانه ده بقول طبعا البطل المصريع الشراخت لا، لا انا لايه فلوس لا لايه في المقفاءات دي يا محمد بالك شرقة نبيل طبعا بطل مصر في التايكوندو احرازت ميداليا فضية كنا نتمنها دهب لكن الف الف مبروك طبعا في التايكوندو انا حركز انا حركز بعد كده تذايكوندو بتزود حصيلة مصر ميداليات ميداليا فضة جديدة الف مبروك لأسر التايكوندو ألف مبروك طبعاً للبطنة المصرية أشراقت نبيل. طيب شايف أنه في مساحة بين المطشط دي ومع صعوبتها حقيقة. يعني عندك فيوتشر عندك بيراميدز. الاتنين طبعاً فرق مقدمين موسم قوية بيراميدز. أنت واجعته مرتين مرة في الدوري تلاتة ومرة في الكاس صلعته برة كاس مصر. طبعاً جاي يسان إنسي نانو. زمالك مطش هو أوريدي ديربي حتى لو زمالك في آخر الترتيب والأهلي في أول الترتيب في النهاية مباراة. منهاش علاقهم منهاش علاقهم منهاش صعب ويزود من أهميتها أنها بطول. هتكسب تاخد كاس. وعندك فيوتشر فريق السنادي الحقيقة تقدر تقول عليه حسن أسود. عنده أناصر محترمة فريق رايح يشارك في أفريقيا. يعني الثقة زادت بلعب الأهلي عايز يقول أنا هو. فتلات مطشط صعبين شايف أنه تتعامل معهم إزاي وهل تنتظر هل الجمهور الأهلي مطالب بأنه يدي الراجل فرصة. كاملة خلينا نقول مثلا لنهاية الموسم الحالي عشان يبقى أخد فرصة أنه يكتشف كده. على التالي الراجل لسه مش عارف كل اللعيبة إمكانياتها إيه عايز يشتغل عندها على إيه. طبعا كلنا لاحظنا إمبارها يا أحمد وما ماسك ورقة مكتوب فيها المراكز والأسماء والأرقام والأرقام. عشان أنا أندي هقول كذا يا قلان. دي واضحة جدا. لاي. ما عرفش اسمات حد كان بيعلق على النوع دوت هو إزاي ومش إزاي تم يدي يا سامي الإنسان يقول ليه. طب ولينا بخلاص طب راجل تحمل مسؤولية المباراة. وقال أنا متحمل. لو كان لقدر الله الأهلي كان خسر مبارح كان إيه اللي هيحصل. هيقول لك هو مالوش دعوة الراجل مع الناس يعني تسعين في المية هيقول لك. هو مالوش دعوة الراجل. الراجل جاي من نفيش يوم اتنين ولعب مباراة واللي هيشيل الكستة كلها. كان سامي قمصة. طب مبارح اللي عمل الكستة كلها سامي قمصة واللعبة والشكل والأداء برضو والروح. هو يحصل لك كابتن سامي إنه كرف معاه يعني عالي بشكل كبير. أنا أقول لك أنا سعلان على نتيجة المباراة مش على أداء المباراة. في فرق إن أنا أكون أقدي كواس جداً ما أكسبش. أنا أمسوط جداً من الأداء ولست راضي عن نتيجة إطلاقاً. وديدي مختلفة ما يحسش بيها غير اللي عاشي اللي عاشيها. عدت عيكة كابتن ضي. عدت كيهة عدت. بتوجع جايب. لا بتوجع. بقى أنت تبقى راكب المباراة وعمل أحسن أداة ومتفوق وجايب واحد مع الفرق بقى إن أنا كنت بكسب وبتعادل أو بخصى في الآخر. لكن الشكل الشكل يكاب نحمل بقولك أنت مأدي واللي بتعمله في التمريم بتعمله في المباراة. هو أروح بعيد مع تشامبينز ليجا هو نسختين وأربعة منشستر سيتي عمل كل حاجة في الكرة وخسر البطولة وراحت لتشيلسي. ليفربول عمل كل حاجة في الكرة وخسر البطولة وراحت الرياء. بالضبط. أنا عايز أقول أن الفترة دي هتبقى صعبة طبعا على الراجل. الفايصل في الموضوع دوت وفتكرة وحمدت اللي أنا أقول لك دوت. نمرة واحد الريكافرينج اللي بتعمل أو الاستشفاء اللي بتعمل للعيبة ده مهم جدا جدا جدا. الراحة الإيجابية بمعنى هيحفظ وهيقول أنا محتاج إن الكرة ما تتطيعش مني في الربع دوت. الكرة لما يكون حد في وشك وانت مدي ظهرك للملعب خلي الراجل اللي في وشك هو اللي يتحرك وهو اللي يشتغل وانت تبدأ تتحرك. علشان الراجل ده يبدأ يحقق المعادلة اللي هو جاي بيها وجاي براجل سيكولوجي وجاي براجل للتطوير. تطوير الأداء ده هيبقى شغله الفترة اللي جاية وهيبقى على الفكرة خلي بالك يعني هتلاقي فيه زحمة في نص الملعب. هتعرف إذا كان فعلا الكلام ده واقعي اشتغل عليه ولا لا. هستهجيب وقت مين بقول لك اعمل أنا أنا بعمل تمرينة. بسبت هالي التطوير ده على حسب مفهومي أنا أو حسب التوقع أنا والراجل يمكن يعني كنت بقول أنا بقدم المؤتمر بتاعه كان فكرة إنه تتكلم على أكبر جهاز فني متخصص جاي اشتغل في مصر. لا على مستوى عندية أو على مستوى منتخباته. وبالتالي يبدو أنه واخد باله من تفاصيل كتير جدا. بس التطوير هنا تطور مثلا ناحية بدنية تطور فكر وتحرك داخل الملعب. لكن هتطور أساسيات مفترض أنها يعني يعني. ليش أساسيات يا أحمد. انت بقول لك كرة شريف الأخنات دي اللي إحنا. اللي بالشمال دي اللي حطها. تتعمل إزاي بشمال. هو ده التطوير يا أحمد. ده التطوير اللي مطلوب في الفترة دية. شريف رايح صح يحطها بشمله كده يحطها بشمله كده يحطها بشمله كده يحطها بشمله كده. يا راجل ده أنت بقول لك لو دخلت لو حطت بس يعني يعني يعرض الجازمة بتاعته بس في الكرة كده. وقالة شيك هتدخل الجول دي مش محتاجة. انت متخيل أن حتى الخطوة تسبق رجلك اليمين قبل الشمال حتى في الفاول حتى في الكلام ده كله. ده التطوير لأن التطوير ده معناه إيه أنا عندي. خلي بالك أنا عندي بس يقول لك هو بيتحرق غلط بيستعجل بيضمن قوي. الكلام ده كل يقوله لا ويعيد له بقى كرة واثنين وخمسة وعشرة لغاية ما يبدأ يزبط. لأن أنت لو بصت لمعظم معظم الأهداف اللي دخلت النادي الأهلي كلها إيه بس غلط تحرق غلط. ده كله هينفع بأرضه لعيب لعب دولي ولعيب نادي أهلي ولعيب منتخبات وما يعرفش. إنه هو لما الكرة تلعب عند الطرف يبقى يا أحمد هو السردباك. أنا عندي خبرتك ولا عندي مشوارك ولا كنت في يوم موقع مشوارك. بس أنا أقول لك حاجة أنا قافت مطش اسموحة اللي حستها في لعبتنا واللي خسرتنا المباراة إيه؟ التصرع. إحنا كنا متسرعين. في فرق بينك تبقى بتلعب كرة بسرعة وإنك أنت تبقى متسرع. والتصرع ده دايما بيولد الأفاق. طبعاً. تأثر على سرعة التخزي القرار. طب ليه التصرع بقى؟ ليه متسرع ليه؟ ما فهمتش بسرعة. أنا هقولك أهو. ده تطوير. أنا أخش أصلي التطوير ده زي ما أنت قلت. تطوير بدني. تطوير فني. تطوير زهني. تطوير تكتيكي. أنا بدل ما باص وأفضل مستني لك الكرة كده. لا أنا باص وأتحرك مين أو الشمال. دي ممكن يشتغل عليها ديت يا أحمد في مصر هنا يشتغل عليها قد إيه؟ سنة. الحتة اللي ناس كلها فاكرها هي دي حتة سهلة وأنا الاستلام. الاستلام بالدوران استلام بتحضين على الكرة. الاستلام بالنان ممكن يبقى النفسي. أي السلام قد بدغت بالزق. هو أنت إيه اللي بيفرق اللعيب الغالي والتقيل قوي عن اللعيب العادي؟ ان اللي بيستلم تحت ولك ده من أحسن اللعبة اللي بتستلم تحت ضغط. أو اللعي بيولد بستلم بدوران ودق واحدة وتانية وخلال وفيه. ده مش عفاك يا ربي من جاب كل كرة لعبت له؟ يا دوب زق كده؟ من غير ما يبصص. ممكن يبقى نص الجول. ما هو باصص يا أحمد. ده ممكن عشان يتعود بس. يتعود الجول. الجول. الفراو ده. كنا زمان. يعني بشوف السبدة بكات. لما وعليهم الفراو ده. يقولوا أنت ما تعملش حاجة. كل ما تعمله. اعرف المرمى من ظهرك فين. وانت بدأ تصور. هذه المشكلة. هذه المشكلة. ملوك التهديف بالإحساس. عارف وقفته من المرمى فين. نسع الجول على فكرة. يا حبيدي المشكلة يا حبيدي المشكلة. طب عايزة أكتدي نجوم. من برحة الأهل يحققهم. لأن كثير منهم إلى حد كبير. آه. أنا عارف أنه الناس. يعني متفق أنه. ما وصلناش للتوب فورم. عشان ما نبقاش بناتحك عن نفسنا. ومنافس مبارح برضو. ما هواش الاختبار التي تقدر تحكم بيه. على كورف الأداء. لكن من برحة في ناس برضو. حسنا أنها جت. أو حسنا أنها رجع بعد غير. عبد المنعم موجود. أغشى موجود. الثلية. الشناوي. ممكن الناس أغفلت حق الشناوي. إنه ضربت الجزاء دي. لو ما تصديت شكرة. وعملت مشكلة. أنا بسط للشناوي. ما هو قللك هو. بدأنا. أنا بقى ذاكت أحس إن فيه قاع. يعني عايزين يعمله حاجة. أنا أحسها. في الاتقال عايزين تتعمل حاجة. يمكن الكلام ده من اللي تقال في المحاضرات النظري. أو في محاضرة الفيديو. لأن أنا متأكد بنسبة مليار في المية. أنا علشان أجيب محاضرة أو أجيب فيديو للفرقة الخصمة. أي. أنا إحنا بنعمله. كلنا بنعمله. واخد بالك. هجيب البتروجيت من التصوير اللي إحنا بنعمله إزاي. وتحركات الناس دي. اللي بيه أحط العناصر اللي تخدم مكسبي. فهو كان متأكد إن ما كانش فيه محاضرات كتيرة. علشان ماتش بتروجيت لكن فيه محاضرات في العموم يحمل. التحرك في العموم بشكله إزاي. طيب. أبدأ الهجمة من تحت إزاي. علشان مفقدش الكرة. إحنا عندنا مشكلة في الأهلي. في الزمالك. في المصري. في الإسماء. كل فرق مصر. في عدم احتفاظك. خليني في الأهلي بس. خليني في الأهلي بس. خليني في كرة. في مصر كلها. وانتخب مصر كلها. أنا بقصوتش يعني أنا بتكلم عموما في كرة مصر كلها. إن إحنا لما بنفقد الكرة. سهل جدا إنك تفقدها. ما تيش مشكلة بالنسبة لك أفقد كرة. لأ دي مصيبة. إن أفقد كرة. وفي منطقة. وفي حتة مهمة. ممكن تدعي على تدابونت. أو تدعي على مباراة. أو تدعي على شكل أداية. هي الحقيقة. يعني كرة عموما في مصر. مشكلتها بشكل كبير جدا إنك أنت بتفقد الكرة بسرعة. وبتعاني عشان ترجحها مرة تانية. أو يعني. فكرة إن منتخب تحديد. يعني فكرة الاستحواز. وفكرة البناء. وفكرة التحرك بدون كرة. لا كوبر حلها. ولا أحسام البديل حلها. ولا كوبر حلها. ولا كوبر حلها. مش هي مش اختراع ولا زرة. عارف الساعة بتاعت. أنت وصلت نهائي بطولة أمم أفريقيا مرتين. واحدة مع كوبر. واحدة مع كارلوس كيروش. والأتنين لات فيهم كرة. لا تمت للشخصية. لشخصيتنا. ولكورتنا اللي احنا تعاودنا عليهم. عارف الساعة بتاعت البسكت. بتتحط كان فيها زمان ساعة كده في الجنب كده. تلاتين ثانية يقولك كم 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 كم. كنا بقواد بنزبطها على خمس ثواني. خمس ثواني عشان تجيب الكرة بعد ما بتقطعها. طعبة وق the저 الدولة كم ت qualificت. فديي لازم يعني مش مقrière إنا ها اا اا ها اا اا هكترح أفكار علىовой انه هو الكرة لما بتوفقد. الكرة لازم يتعاكب اللعيد من الحتة دي لأنها مهمة جدا ان احنا تصدقني. لأنك لو Harmony لو التزمت إن الكرة ما متوفقدتش وقت التحضير بتقول كبيرة Bahnø. على كل أحوال بعد ماتش جونة يعني اتمنى ان شاء الله بإذن الله طبعا يعني ما فيش فرصة وما فيشوقت للشغل أعتقد أميسه ريเธر. سوارش في اليومين اللي فادلين لكن نتمنى نعدي بس من مطب الجونا بدون أي مشكلات وإن شاء الله نجيب التلاتة بمط من هناك واحدة المطشاط الأقلي معجلة وبعد كده أعتقد يبقى عندنا فترة كويسة جدا نحضر فيها المطشاط الصعبة اللي هيواجهها الأهلي في الفترة اللي جاية طبعا نورتنا وشرفتنا كالعادة كابتن دية ومشكرك عدها بال والفضل اللي انت جبتهم لنا ونشكر حضرتك ونسعد بيك دايما في السادسة ونشكر حضرتك طبعا على المتابعة ودايما نتقابل إن شاء الله على كل خير على شاشة الأهلي تحياتي لكم